السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وفيديو النهاردة جديد ومفيد على قناتنا النهاردة جايين نشوف الأبديتس الجديد الخاص بموقع اليوناردو اي اي وهو موقع تحويل النص إلى صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي في 2 موديلز جداد نزلوا في اليوناردو اي اي حبيت أن أنا نلقي تدق عليهم ونشوف كمان النتيجة نشوف الصور اللي احنا ممكن ننتجها بال2 موديلز دول شكلهم هيكون عامل ازاي؟ يلا بينا نخش على اليوناردو اي اي ونبتدي نحط الأمر اللي احنا هنشتغل به هبتدي أروح لحط الأمر بتاعي طبعا الأمر انت ممكن انك انت تكتبه الأمر انت ممكن تحصل عليه بأشكال كتيرة جدا لو انت مش عارف تكتب الأمر ممكن انت تروح لشاة جي بي تي وأنا كنت تكلمتكم قبل كده عن أداة مجانية اسمها اي اي بي ار ام بتقدر انك تضيف هذه الأداة إلى شاة جي بي تي 3.5 المجاني بتمكنك من الحصول على أوامر بالذكاء الاصطناعي على حسب الموقع اللي انت بتستخدمه أو الابليكيشن اللي انت بتستخدمه احنا النهاردة بنستخدم ليوناردو اي اي هذا الأمر منتج بواسطة الاي اي بي ار ام وحبتدي ان انا اروح للموديل ومن الموديل حبتدي اختار اول موديل معي الالكيمي بيرجين تو والالكيمي بيرجين تو هو عبارة عن بيت فيتشر عبارة عن خاصية مدفوعة مش موجودة غير في الخطة المدفوعة علشان كده احنا مش حنقدر نحنا نستخدمها لان احنا على الفري بلان ولكن اه انت لو انت في المدفوع تقدر انك انت تستخدمها عشان تحصل على نتائج افضل هنا اه انا حخلي الستايل بتاعي نن وبالنسبة للاد هنجرب مرة ان احنا نضيف الاد ومرة تانية لأه وحنبتدي اه نروح هنا مثلا نختار النامبر اف امجز هخليها فور والامج دايمنشنز يفضل انها تكون الف اربعة ورشين سبعمية اه تمانية وستين او ممكن ستاشر لتسعة كمان اه برضو ممكن تكون الابعاد دي مناسبة لهذا الماضل بعد كده هبتدي ان انا اعمل جنريت علشان اشوف النتيجة طبعا لو عندك نيجيتف برامت اه تقدر انك انت تحطه ادي النتائج اللي انا حصلت عليها بالمنظر ده زي ما قلتلك تقدر تحصل على نتائج افضل عند تفعيل الكمي 2 ولكن هتبصت تلاقي ان هو مهتم جدا في الماضل ده بالاضاءة في الصور المنتجة بواسطة هذا الماضل زي ما احنا شايفين بنفس الماضل تبان طبيعية مركز جدا على الاضاءة هبتدي ان انا اروح اختار element هروح هنا في add element هاختار cgi noir بيعمل حاجة اسمها dark atmosphere او بيcreate dark atmosphere دي نتيجة باستخدام element اللي احنا اختارناه dark atmosphere اللي موجود في الصورة باين بالمنظر ده تعالوا نشوف حاجة تانية وهو ايضا ماضل جديد حديث موجود في اليوناردو هستخدمه مع نفس الامر ولكن هنا انا هبتدي اشيل الحتة الخاصة بالlens هشيل الجزء ده هبتدي هنا اروح في الماضل اختار enemy ايضا بيكون جيد جدا في حالة تفعيل الالكيمي version 2 في البيت بلان هبتدي اعمل generate وحسيب الابعاد زي ما هي ايدي النتيجة بتاعتنا نتيجة ممتازة جدا بالنسبة ايضا للانمي وطبعا ده على حسب المحتوى اللي انت شغال عليه بتختار الماضل اللي انت عايزه ده بالنسبة لي التو موديلز الجديد اللي انا انصحكم ان انتم تجربوهم في ليوناردو اي اي انتم عارفين قد اي اي انا بعتبر ليوناردو اي اي من المواقع المميزة جدا في انتاج الصور بالذكاء الاصطناعي خصوصا كمان ان الخطة المجانية فيه جيدة ولكن اكيد هو مش هيسيب لنا كل الفيتشيرز يعني مفتوحة علشان كده اكيد هو مع الالكيمي version 2 هيكون افضل في انتاج الصور بالتو موديلز اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة ليوناردو لايتنينج اكس ال وليوناردو انامي اكس ال اتمنى تكون استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم